تتواصل جهود تعويم سفينة الحاويات العملاقة الجانحة في قناة السويس أفرغرين التي عطلت حركة الملاحة بالقناة منذ صباح الثلاثاء الماضي وتجري حاليا أعمال الحفري أو ما يعرف بالتكريك في منطقة جنوح السفينة لإزالة الرمال المحيطة بمقدمة السفينة بكميات تكريك تتراوح من 15 إلى 20 ألف متر مكعب من الرمال أما الهدف فهو الوصول للغاطس أو العمق الملائم لتعويمها الذي يتراوح من 12 إلى 16 متر شملت جهود تعويم السفينة القيام بأعمال الشد والدفع بواسطة ثماني قاطرات بقوة شد تصل إلى 160 طن وتقول هيئة القناة أن أعمال التكريك تخضع لمعايير الأمان البحري أبرزها طبعا طبيعة التربة والمسافة الآمنة بين آلات الحفر والسفينة الجانحة بدورها أعلنت الشركة التايوانية المستأجرة لسفينة الحاويات أن فريقي إنقاذ من هولندا واليابان كلفا بالعمل مع السلطات المصرية لوضع خطة أكثر فعالية لإعادة تعويم السفينة العملاقة وذكرت الشركة والمستأجرة أن الشركة اليابانية مالكة السفينة تقوم بالتنسيق مع هيئة قناة السويس طبعا لضمان تعويمها في أسرع وقت ممكن للتخفيف من وطأة تبعات الحادث